وسط تحديات تشهدها الساحة الدولية افتتح مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم أعمال دورته الثامنة والعشرين بجلسات وزارية رفعة المستوى خاطبها كل من المفاوضة السامن لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي كما خاطبت جلسة الافتتاحية معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة العربية السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان تؤكد المملكة العربية السعودية أن التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تنطلق من منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع وإنما تنعم به المملكة من الأمن والاستقرار والازدهار هي عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني وفي إطار تطوير مرفق القضاء وبما يعزز حقوق الإنسان فقد صدر مؤخرا أمر ملكي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع مدونة للأحكام القضائية وتصنيفها على هيئة مواد تستند على أبواب الفقه الإسلامي حذر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندربان محمد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان من تصاعد وطيرة الإرهاب وتنام جذوره ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة ومكافحة الإرهاب وأكد معاليه إدانة المملكة العربية السعودية لجميع أنواع الجرائم الإرهابية بما فيها الاعتداء على مجلة شارلي إبدو الفرنسية إنما يشهده العالم اليوم من تصاعد وطيرة الإرهاب وتنام جذوره خطر قد حذرت منه بلادي وعملت على التصدي له بجميع السبل ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته واستمرارا للدعم الذي قدمته لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فقد قدمت مؤخرا دعما بمبلغ 100 مليون دولار للمركز لمساعدته على القيام بمهامه على الوجه المطلوب كما أكدت حكومة المملكة العربية السعودية إدانتها للاعتداءات والجرائم الآثمة كالاعتداء على مجلة شارلي إبدو وما يرتكبه تنظيم داعش الإرهابي من جرائم إرهابية بشعة أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندربا محمد العيبان في كلمة المملكة العربية السعودية أن أبشع انتهاكات حقوق الإنسان هي تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجاء ذلك في الوقت الذي دافع فيه وزير الخارجي الأمريكي جون كيري عن إسرائيل واصف نياها بدولة الديمقراطية إن من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت قائمة في عالمنا اليوم هي تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمتمثلة في قتل المدنيين ولا سيما النساء والأطفال والاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب وهدم المنازل والتمدد الاستيطاني وتهويد القدس الشريف وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في تعد صارخ على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعلى مرأة من العالم أجمع تحسين حالة حوال الإنسان في العالم على نحو موضوعي وغير انتغائي هذه دعوة أطلقتها المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان طاها يوسف حسن تلفزيون المملكة العربية السعودية مجلس حوال الإنسان جونيف